وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السلع الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تنمونية بمضبوطات بلغت 165 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 65 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السلع الرسمي تم ضبط 98 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 761 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص للوزن و127 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 27 قضية بمضبوطات بلغت 151 طن أقمح محلية